السؤال بعد كده بيقول لو بصلي القيام في البيت هل لازم يكون فيه فرق بين العشاء والقيام ولو فيهم ما صليتش القيام ليلة او ليلتين علي زنب ولا لازم اقضي لا مش لازم نقضي القيام لان القيام من الصلوات النافلة من الصلوات التي هي نعم قيام الليل ده اذا كان يقصد به الوتر وما معه من الصلوات كان عند رسول الله سلم لو كان يقصد الوتر فهو من السنة المؤكدة لكن ايه اللي حاصل لانه ليس واجبا فاذا تركوا الانسان ليلة او ليلتين او حتى شهر او حتى سنة فهو ليس آثم لو ما صلوش العمر كله برضو ليس آثما يبقى هو لو ما صلاش ده خالص العمر كله طب احنا كده بنهون العبادة لا بنحط العبادة في حكمها الشرعي لان احنا مش من حقنا ان احنا نغير حكم الصلاة فبعض الناس كانوا لا يزيدون ولا يزيدون عن الصلوات الخمس ما الرجل جئ لرسول الله سلم وقال له ايه اللي بيخلينا بنقول ده الرجل جئ لرسول الله سلم قال يا رسول الله انت قلت بأنهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال قال اناشدك الله قال نعم قال والذي بعثك بالحق لا ازيد عليها الرجل بعد ما مشي قال افلح وابيه ان صدق ما قالش حدث النبي ان هو ايه ان هو اثم فده معناه ان الراجل لما يصلي الصلاة الخمسة من غير بقى انه وافق حالص لا عيقل يصلي لا عيقل يصلي سنن سنن الصلوات الرواتب ولا كمان عيقل يصلي الوتر فمعنى كده انه ايه ان صلاته ان صلاته عتكون صحيحة وهو لا يكون اثما اذا فعل هذا يبقى احنا نفهم هذا ان الصلوات السنن لو تركها الانسان لا يكون اثما لان تعريف السن كده تعريف السن اللي هو تعريف المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فاذا انت صلت السنن تساب عليها طبعا احنا عندنا مشكلة في التدائن الكمي والتدائن الكمي بيتعامل مع الصلوات السنن كما تعامله مع الواجب فاذا الانسان ترك ده يشنع عليه ويتكلم عليه كلام صعب مع ان القصة يعني ان كلنا بنأتي من الاعمال ما نطيق فلذلك زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه السيدة عائشة انه قال خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وكأنه يقول لنا ما تحملوش نفسكم ما لا تطيقون وده معناه ان الصلاة اذا تركت صلاة الوطر لا اكون اثما ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الوطر دائما في الحل وفي الارتحال لكن الراجل قال حضرت النبي خمس صلاة الله اصلي ايه غيرهن قال افلح وابين صدق يبقى ده معناه ايه معناه ان حضرت النبي يرى ان هذا الرجل لا يكون اثما وان هذا الرجل الذي فعله صحيح اذا صلى الصلاة الخمس فقط لان ده الفرض اللي عليه هو ده تعريف الايه تعريف الفرض انه يثاب على فعله ويعاقب على تركه طب الصلاة السنة لا يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركه يبقى الانسان اذا ترك السنة ليوم او يومين لا يعاقب ولا يكون عليه ذنب بل عليه انه يعود مرة ثانية ويسير الى الله سبحانه وتعالى عسى الله سبحانه وتعالى ان يجعله في خير حال احنا بهذا الكلام وبسيرنا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ونحن لا نحمل انفسنا مانا ننطيق لتظل العبادة نور وبركة وفتح وتوفيق وسداد علينا يا رب العالمين نسألك وانت الكريم ان تنزع من قلوبنا كل حقد وغل وحسد وان تجعل قلوبنا خالصة لك وان تجعلنا من عبادك الموفورين وان تغفر لنا مساعدة وان تحفظنا من بلاوين وان تنور قلوبنا بنور محبتك وان تجعلنا بالرضاك عن سختك وان تفرغ قلوبنا من كل ضيق وحرز وتجعل قلوبنا خالصة لك وحدك اللهم اننا نسألك ان تردين بعطيتك وان تجعلنا من اهل الرضا بنعمتك وان تجعلنا لها شاكرين وبها مكتفين وبها مستغنين يا رب العالمين اكرمنا بالرضا والفتح والتوفيق يا ارحم الراحمين يا سادة نحن لابد في طول الوقت ان احنا نعيش بشكل صحيح ولابد ان احنا وانحنا بنقرأ القرآن وانحنا بنعمل كل العبادات نعرف ان العبادات وان تلاوة القرآن كلها من باب الاقبال على الله سبحانه وتعالى فلذلك اذا كانت هي من باب الاقبال على الله سبحانه وتعالى ومن باب الفتح ومن اقبال التيسير ومن اقبال طلب عون الله سبحانه وتعالى ان احنا وانحنا نسير في عادي العبادات نسير بماذا؟ نسير بمحبة فان حد ييجي يقول والله انا لو تركت قيام الليل لليلة او ليلتين انا خايف من الزم ولا اقضي ولا ما اقضيش انا اشعر بان هذا الامر جاي فيه قدرك بيه من التدين الكم يبقى ايه اللي حاصل يبقى احنا لازم نقول له يا سيدي خذ من العمل ما تطيق وسير مع الله سبحانه وتعالى وتحسس قلبك ولكن هي المسألة من انك اذا تركت العمل تردك الله الله يقبلك والله يحبك والله يفتح عليك فانت عليك ان تسير الى الله سبحانه وتعالى وعليك ان تؤمل وان ترجو محبة الله سبحانه وتعالى وان ترجو فضله وان ترجو محبته لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يعملنا برقم لان الله سبحانه وتعالى وخالق الأرقام ولا يتعامل معنا برصيد ولكنه سبحانه وتعالى جعل العبادات لكي ندخل في ساحة العبيد فلابد أن تنتقل من العبادة إلى العبودية ومن العبادة إلى الانكسار والافتقار إلى الله الله سبحانه وتعالى لا يطلب منك أن تزيد في ملكه شيء هذا لن يزيد في ملكه شيء ولكن الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تكون قريبا منه وأن تعيش بقربه وأن تتلزز بقربه وأن تجعل عبادتك تفتح قلبك على أن تزول بينك وبينه من المسافات لكي تعرف أن الله سبحانه وتعالى قريب منك لابد أن تعتقد هذا الاعتقاد إن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منك أن تقبل عليه لكي تقطع مسافات ولكن طلب منك أن تقبل عليه لتعرف أنه أقرب إليك من كل مسافة ومن كل زمان ومن كل مكان اللهم أجعلنا من أهل الرشد واجعلنا على الدوام من أهل التوفيق والسداد والفتح والقبول يا رب العالمين أكرمنا بكرمك واجعلنا من أهل فضلك واجعلنا من أهل سيهتك واجعلنا من أهل رحمتك وتولنا كما تتولى عبادك الصالحين اللهم اغبر قروبنا في نعمتك واجعلنا من أهل شكرها واجعلنا يا ربنا من الذين يستسمرون النعمة فتجعل حياتهم منورة بنورك وتجعل حياتنا في أمانك وتجعل حياتنا يا رب العالمين وقد سكننا فيها في حضرتك نرى وجهك الكريم في كل وقت وحيم